أهلا بكم دعم غير محدود وإيمان راسخ على مدار عقود موقف مصري واضح تجاه القضية الفلسطينية التي حملتها القاهرة على عاطقها منذ عام 1948 هو موقف لم ولن يهتز يوما أو يتغير حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه القاهرة حرصت دوما على التأكيد على مقاربتها الوطنية لحل القضية الفلسطينية والتي ترتكز على محاور عدة أساسها أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إنفاذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالتوازي رفضت مصر الإجراءات أحادية الجانب التي تعوق إقامة الدولة الفلسطينية كالاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس فضلا عن دعمها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وبصفتها أكبر دولة عربية وقوة إقليمية فاعلة كانت لرؤسائها ومسؤوليها مواقف واضحة وثابتة في المحافل وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية لدعم القضية في سبتمبر من عام 1993 شارقت مصر بتوقيع اتفاق أسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي وتوالت جهودها حتى إتمام توقيع بروتوكول القاهرة أغسطس عام 1995 الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية مع انطلاق الألفية الجديدة طرحت مصر مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات في مارس من عام 2001 ثم اقترحت في يونيو من عام 2022 إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي كانت لمصر جهود في إكرار خارطة الطريق تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جينيف في ديسمبر من عام 2003 تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها عام 1967 أشرفت على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع ومن ثم الإشراف على صفقة جلعات شريط عام 2011 مع تولي الرئيس عبد الفتاح سيسي في يونيو من عام 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية لمصر فبذلت القاهرة العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحق ندماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتدخلت مصر بشكل دائم ومستمر مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني على رأسها ملف المصالحة وأشرفت كذلك على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني أولا من الداخل في عام 2021 نجحت مصر في إحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها كما رصدت ميزانية قياسية بلغت نصف مليار دولار لإعادة إعمار القطاع عقب عدوان مايو عام 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المرضى والحالات الحارجة للعلاج بالقاهرة كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد أغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع تم تجهيز ثلاث مستشفيات لاستقبال الجرحة والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري الجهود المصرية المخلصة ظهرت جلية وبشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ السابع من أكتوبر بتفعيل تحرقات آنية في عدة اتجاهات سياسية وديبلوماسية وإغاثية لمحاولة تقويد هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر المستطاع في إطار موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى قضية لن تتردد مصر في حمايتها وأداء واجبها تجاه الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم مهما طال الزمن وتعددت أشكال الاحتلال